اشتركوا في القناة اول منزلة اللي هي ما بين الحوت وبده ينتقل للحمل فطبعا هو الان موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح طبعا القمر رح يمكث في هاي المنزلة لغاية اللي هي فترة الانتقال للقمر من برج الحوت لبرج الحمل لهولا ساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا في توقيت جرينيش بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة الشرطين طبعا منزلة الشرطين منزلة الرشا هي للعلاج والربح والسلامة والصلاح ومنزلة الشرطين هي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد فيها وهي جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وقص الشعر بالنسبة للقمر بما انه الان موجود هو في برج الحوت معناته رح يظل مأثر علينا من موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح تأثيرات برج الحوت مثل الأيام الماضية فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة ونشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد في صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نمكن البعض يقع في حبائل الغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور اقتناء آل التصوير طبعا احنا زي ما حكينا انه الليلة موعد بث الحلقة في خلو مصار اللي هي ليلة الجمعة ففي تمام الساعة عشرة واثنين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من هذه الليلة ليلة الجمعة على السب رح يبدأ عنا خلو المصار اللي رح ينتهي في صباح يوم السب الساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا لينتقل القمر بعدها لبرج الحمل هذا بيعني انه احنا نقبلين على فترة من نسميها احنا سلبية وهاي الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المصار بالساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بيكون انتقل لبرج الحمل فبتتغير التأثيرات فبصير تأثيرات برج الحمل هي اللي مؤثر علينا اكثر فمنشعر بطاقة كبيرة للعمل من نكون اكثر تصميما واكثر استقلالية وممكن نبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ ايضا في هاي الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون لللي بحاجة لهذا الموضوع اذا استدعى الامر لذلك وبرضو ممكن تعديل قصة شعر او اقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطيئة اللي مؤثر علينا خلال الفترة هاي طبعا اول زاوية رح نذكرها هي اليوم اخر يوم تأثير لالها اللي هو يوم ثمانية واحد هي زاوية التزديس الايجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي زي ما حكينا بتنتهي اليوم في ساعات منتصف الليل تقريبا اللي هو يوم السبت فتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الاخرين لالنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران الايجابية بين الشمس وبين الزهرة واللي هاي بتنتهي يوم 11 واحد فعشان هيك بنلاقي انه في نوع من انواع التفاؤل لحياتنا بصورة عامة في نظرة ايجابية اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين زحل وبين اورانوس هي طبعا مستمرة لغاية يوم 13 واحد وهي زاوية زي ما حكينا صعبة يعني كثير من الاحداث شعرنا فيها بالفترة ماضية وشاهدناها على التلفاز اللي وبرضو لمسناها احنا فهي الزاوية اللي خلت البعض مندفعين في تصرفاتهم ومتمردين على كل القيم والعادات وبرضو الابناء تمردوا على اباؤهم او فقدوا الثقة بين الاباء والابناء طبعا بالنسبة للتأثيرات الدولية اللي صارت صار في نوع من انواع التغييرات او هزمات مفاجئة في بعض الحكومات صار في نوع من انواع الحوادث الطبيعية المدمرة مثل العواصف، الزلازل، امور العلاقة بالطائرات اشيء العلاقة بسكك الحديد ودلت على بعض الاضرابات والاشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناقة على الحريات العامة اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح يبدأ تأثيرها وهي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين نبتون وهاي دروتها يوم 11 واحد ولكن من اليوم لغاية يوم 15 واحد تأثيراتها القوية فهاي طبيعتها اساسا انه بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التصمم الغذائي وممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكشف لاحقا انهم بيكذبوا علينا فطبعا في تحذير من هاي الزاوية من حذر الاشخاص اللي بيتناولوا الادوية لانه في فترة هاي الزاوية اللي هي الفترة اللي ذكرناها من اليوم لغاية يوم 15 الشهر بيصير بسبب تشتت الذهن انه ممكن يشربوا ادوية بطريق الخطأ او ينسوا انهم شربوا دوا فيشربوا مرة ثانية وبرضو بتزيد على نوع من انواع التسمم الغذائي اما دوليا فهاي الزاوية بتدل على اضرابات سياسية او اضطرابات سياسية في بلد ما وبتسبب ازدياد نفوذ الجيش او ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات او غرق بعض الصفن او الناقلات البترول او اشي بتعلق في هاي الامور او حرائق او اضرابات في قطاع الصناعة والصحة اما بالنسبة لاخر زاوية بطيئة هي زاوية التزديس الايجابية بين الشمس وبين نبتون وهي ذروتها يوم 11 واحد طبعا ولكن انه تأثيراتها هاي مستمرة لغاية يوم 21 فبتعزز الخيال الخصب عندنا وهي بتزيد القدرات عند الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجالات الفن والابتكار وبتزيد قوة الحدث اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل وهي رح تتشكل في ساعات الصباح هي زاوية التزديس الايجابية بين القمر وبين اطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة مساءا ولكن هاي زاوية تأثيراتها من ساعات الصباح بتأثر على الجميع فعشان هيك بنشعر اليوم انها قوة بالفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية اليوم طبعا من الان لغاية ساعات الصباح بتتركز على نفس اللي كنا نحكيه في الايام الماضية اللي هي القدمان واصابع القدم الغد النخامية الغد الصناوبرية وهرمون مسكن الالام الاندروفين والميلاتونين اللي هو هرمون مساعد على النوم هذول اللي بيكون فيهم اكثر نقاط الضعف من ساعات الصباح طبعا الاعضاء اللي بتصير اكثر حساسية اللي هي الرأس والاسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم فعشان هيك هاي الاعضاء تحديدا اللي لازم نوفر لها عناية اضافية واذا شعرنا بايشيء غير اعتيادي لالها من المفروض انه نراجع الطبيب طبعا بالنسبة لليوم مجرد ما انتهى قلو المسار فينصح بالعمليات الجراحية وهذا يوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لازلة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي اما بالنسبة لمطعوم كورونا فمناسب جدا ما في اي مشاكل اليوم بالعكس اليوم هذا مناسب جدا لهذا المطعوم بالنسبة لقلو المسار القادم بما انه القمر راح يستقر في برج الحمل قلو المسار القادم راح يكون يوم الاثنين يوم عشر واحد راح يبدأ في تمام الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة ثنتين وستة واربعين دقيقة بعد العصر لا ينتقل القمر لبرج الثور طبعا الاوقات زي ما حكينا كلها بتوقيت جرينج اما بالنسبة لعمر القمر الان اصبح عمر القمر انحصار المربع صار يتجه لنصف البدر القمر فاليوم بيبلش ينحصر عشان يقترب من نصف البدر فاسم انحصار المربع عمره ستة ايام في تمام الساعة تسعة وعشرين دقيقة صباحا بصغير سبع ايام يعني بتصير نسبة الاضاءة تقريبا أربعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد اليوم سعيدة بنسبة مية في المية ايضا القمر في الحوت بدو ينتقل للحمل طبعا رح يمكث في الحمل لغاية يوم عشر واحد هو منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الان ولكن مع ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في برج الدلو بدو يبدأ عملية التراجع يوم أربعة دعش واحد طبعا نزلة حلقة التراجع موجودة على القناة اللي بيحب يسمعها ويعرف تحذيراتها وكل برج ينتبه من ايش هي موجودة ومهمة جدا وطبعا بالنسبة لعطارد منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد سعيد بنسبة صفر المريخ في القاوس حتى يوم أربعة وعشرين واحد منتحس بنسبة صفر المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم ثمنتعش واحد منتحس بنسبة عشر في المية نبتن في الحود حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن من موعد بث الحلقة بيظل التعب مثل الأيام الماضية مسيطر علينا لأنه القمر ما زال موجود في الحود بيتنا تعبنا فعشان هيك بالنسبة لموليد برج الحمل بدهم يديروا بالهم لغاية ساعات الصباح من الضغط ومن الجهد وبرضه فقدان الحماسة وينتبهوا على صحتهم أما في ساعات الصباح القمر بصير وصل عندهم فبيبدأوا فترة أفضل بتعيد لهم نشاطهم المفقود ولكن بدهم يحذروا من مزاجهم وعصبيتهم خلال هذا اليوم أثناء الكلام أو أثناء التعامل مع الغير اليوم إيجابي داعم لإلهم بعطيهم تعويض للأيام اللي مضت وبشعروا بطاقة كبيرة برج الثور طبعا بيظل النشاط من الآن لغاية ساعات الصباح إنه بتنشطوا في العلاقات الاجتماعية وعلاقاتكم مع الأصدقاء ولقاءات وممكن دعوي أو احتفال أو مناسبة أو الاتصالات بظلها بنشاطها العالي جدا ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سيطرتكم على أصدقائكم لغاية ساعات الصباح وبرضو حاولوا أنكم تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة لأنه من ساعات الصباح القمر رح يصير موجود في الحمل وهو بيت متاعبكم ورح تدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاولوا أنكم تحادروا من الدخول في أي مناقش أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن هذا الأمر يتطور للأسوأ برج الجوزاء بما أن القمر ما زال موجود في بيت السمعة من الآن لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بدكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل ووصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وخلي علاقاتكم جيدة مع المحيط وابعدوا عن أي شيء ممكن يشوه سمعتكم من ساعات الصباح طبعا الأجواء بتتغير لأنه رح يصير القمر في برج حليف لإلكم فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم ووسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق وبرضو ممكن يتوجه لكوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان الأجواء ما زالت جيدة لأنه القمر ما زال في الحوت اللي هو بيتك التاسع فبيظل النشاط عالي جدا على مستوى الاتصالات والتعامل مع الأجانب أو أمور الهلاقة إما بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو الامتحانات أو المقابلات فكلها هاي أجواء جيدة ولكن من ساعات منتصف الليل حاولوا إن اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة طبعا بتوقيت جرينيش إنه بده يركز بشكل جيد لأنها فترة كله مسار أما في ساعات الصباح فبيتكوا تحافظوا على هدوءكم وحاولوا إنه ما تحاولوا إثارة الفتن هاي فترة مهمة بتمتحنك فأهم إشي إنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء لأنه القمر رح يكون في بيت السمعة فبدك تحافظ على رصانتك وتتمسك بمسؤولياتك وعلاقاتك بالمسؤولين برج الأسد من الآن ولغاية ساعات الصباح طبعا كل الأمور اللي رح تتركز عليها هي أمور لها علاقة بالأموال المشتركة وعلاقاتكم مع الشركاء فعشان هيك ممكن تتفحصوا إما حساب مشترك أو أمور مالية أو الطلب موال لكم أو التفكير في بعض المسائل المالية المشتركة زي قرض أو مثلا ميراث أو أشياء مثل هيك وكل الأمور هاي بتكون إيجابية لصالحكم ولكن حاولوا أنه ما تكفلوا حد وما تضمنوا حد من ساعات الصباح طبعا الأجواء رح تتغير بشكل أكبر ورح تصير داعم لإلكم بشكل كبير ورح تنشطوا في الاتصالات أو أمور العلاقة بالسفر البعيد أو العلاقات مع الأجانب وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية فعشان هيك بدكوا تنتبهوا أثناء السفر وممكن تتفقدوا كل أوراقكم وأمتعتكم لأنه ممكن تفقدها أو أنك تتنساها كما أنه عليك أنه عدم التسرع أثناء قيادة السيارة والتنقلات بين المدن برج العذرة بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم من الآن لغاية ساعة الصباح وعلاقاتكم مع الشريك شريك المال أو شريك العاطفة ممكن توطيد العلاقة أو تتراجع عن قرار أو مصالحة أو معاتبة حتى فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للمشاكل لأنه أنت الحلقة الأضعف لحد ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل من مقابلك تماما لبيتك الثامن فعشان هيك رح تنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن بدك تحضر من النزاعات مع الشريك وخصوصا شريك العاطفة أو شريكك في المنزل أو في العمل عشان ما تكبر المشاكل وتزيد برج الميزان من الآن ولغاية ساعات الصباح بدكوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أنه ما تبادروا لعمل جديد لأنه برح تظلها الأمور ضاغطة على مسائل العلاقة بالعمل أو الأعمال للموكل لألكم وبرضو على الأمور الصحية من ساعات الصباح الأجواء رح تصير شوي متقلبة يعني إيجابية وسلبية في نفس الوقت لأنه القمر رح يصير مقابلك تماما فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم وعلاقتكم مع شركاء المال والعاطفة زي الأزواج مثلا أو شركاءكم في العمل ولكن أهم إشي أنه اليوم تنتبهوا لأنه طاقتكم ضعيفة شوي بتحسوا بنوع من أنواع التشتت الذهني أو عدم الرغبة في بعض الإنجازات وبرضو بتكون تضبطوا عصابكم من العصبية لأنه ما في داعي للمواجهات ولا لأي شيء ممكن يسبب خلافات برج العقرب بتظل العاطفة قوية عندكم من الآن لغاية ساعات الصباح وبيميلوا أحبائكم للتجاوب معكم والتقرب منكم ولكن حاولوا أنه ما تفرضوا سلطتكم على الأحباء ممكن يكون في نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة اللي هو أحد الوالدين أو أحد الأبناء أو الحبيب نفسه من ساعات الصباح طبعاً بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم لأنه القمر رح يصير في بيت العمل والصحة بيتكم السادس فوشوي بيغلب عليكم طابع العنف والعصبية وخاصة مع الأحبة والأولاد فعشان هيك بدكوا تحذروا من أي مشاكل إما في العمل أو الصحة أو مع الأحبة برج القوس اتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن لغاية ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود في البيت الرابع فممكن بعض العطال أو بعض الاهتمامات البيتية أو الخلافات أو المناسبات هي اللي تكون مرهقة بالنسبة لإلك أو بتلفت انتباهك أكثر أما في ساعات الصباح تزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم الأجواء جيدة وداعمة بقوة عاطفيا وفكريا ماليا وعا كل الجهات ولكن حاول أنك ما تفتع الخلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة برج الجديد اللي بيتقدم لإمتحان أو عنده تنقلات ما بين المدن بده يركز بشكل جيد حاولوا أثناء حواراتكم أثناء كلامكم تكونوا متماسكين يعني ما في داعي للإنفعال والعصبية وفي نفس اللحظة بدك تركز بشكل جيد الأجواء جيدة وإيجابية ولكن حبيت أحذر من هاي النقاط في ساعات الصباح طبعا الأجواء رح تتغير لأنه رح يصير الاهتمام إلى علاقة بالبيت وإلو علاقة بالعائلة الشوي ممكن تكون عندكم شوية عصبية ومزاجكم شوي يكون يعني هيك بسبب بعض الخلافات أو سوء التفاهم فعشان هيك بدك تضبطوا عصابكم ممكن اليوم تنشغل ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت يعني مثل تصليحات ترميمات أو مشتريات أو مناسبة عائلية برد جدة له من الآن لغاية ساعات الصباح بدك تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة القمر ما زال موجود في بيت المال فعشان هيك بدك تخففوا من النفقات قدر المستطاع انتبهوا على أموالكم من السرقة والضيع وفي نفس اللحظة ممكن بعضكم يحصل على بعض المكاسب أو التسويات أو يحصل على أموال لا إلوه من ساعات الصباح طبعا الأجواء رح تتغير بأكثر طاقة وأكثر إيجابية لبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ممكن يعاني لبعض منكم من بعض المشاكل أو النزاعات بسبب العصبية أو ردة الفعل بدك تضبطوا عصابكم هي يوم جيد للنقاش والحوار والدورات والاتصالات بشكل كبير برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود عندكم فعشان هيك انتو اليوم بتشعروا بنشاط عالي جدا مع هيك حاولوا انو ما تبدروا في اي عمل جديد فترة خلوه المسار بل واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل طاقتكم عالية وحلوة وممكن انو اليوم تستغلوها في كثير من الأمور في ساعات الصباح القمر رح ينتقل لبيت المال فعشان هيك رح تنهمكوا في ضبط نزانيتكم أو ترتيب وضع مالي معين لكن شوي بدك تنتبه انو مزاجك شوي ممكن يكون سيء مو تكون قليل الصبر فهذا ممكن يسبب لك بعض النزاعات مع محيطك ضبط الأعصاب مطلوب وفي نفس اللحظة انتبه لأموالك خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر